انا عندك 70-80% حسنات اتناسى العشرين نحن لسنا ملائكة كل بني ادم خطاء لأن كل واحد فينا لا يرى الا عيوب الاخر ولا يبحث عن عيوب نفسه طيب اصلح انت عيوبك والله عز وجل ان شاء الله قادر وهو القادر سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ان يصلح لك عيوب الاخر لكن انا اركز على العيب اللي عند الاخر وانسى عشرة عيوب عندي لا اريد ان اصطحها ولا عندي نية للاصطح فاين حسن الخرق كيف تأتي ساعة الرزق ساعة الرزق لا تأتي الا بحسن الخلق حسن الخلق بان اتغاضعنا بالناس اذا فعمل التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يكون قدوتنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يدوس الرجل على رجله في المسجد فيهب النائم ممسكا بتلبيب عمر وهلا يعرف انه امير المؤمن اأنت اعمى قال له كلا فغضبت الحاشية فقال عمر لهم يسألني سؤالا اأنت اعمى فقلت له كلا يسألني سؤال هو انت اعمى لا تراني فأخذت على الناس سؤال هكذا الانسان يبسط المسألة وفيه الناس يقول لا انا لو تعمرت مع الناس بالخلق الناس يعني يستضعفونني ويقولوا حقي ما للذي قال ان حسن الخلق هو اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة سبحان الله من حلم الى تواضع الان جانبك للناس سبحان الله الان جانبك لقومك يحبوك ذو الاصبع العدواني في وصياتي ورجل جاهلي قبل عصر النبوة يقول لابني هذا الان جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك سبحان الله اذا هذه وصايا جميلة جاء النبي ليتمم مكارمها صلى الله عليه وسلم اننا بعث لأتمم مكارم الاخلاع واحنا مصابين باعاقات كثيرة في سلوكياتنا الاخلاقية نتعامل مع الناس اننا افهم انا عبقري والبقي اغبياء انا الذي ادرك المسائل وغيري لا يدرك انا انسان سبحان الله واسع الافق وهو ضيق الافق هذه مصائب يعني تحيط بنا ولابد من اصطح الخلل الخلق حتى تتسع ارزاقنا ايضا صفة رهيبة من ضمن سوء الخلق موجودة في الكثير مننا اذا مرحم ربي صفة الكبر تكبر على خلق الله هذه تتكبر بمالي هذه تتمن منظرة بزوجها الذي وصل الى كذا وكذا هذه تعمل منظرة بابنها الذي تبوى مكانة معينة هذا يعمل منظرة اخوه كذا او ابنه كذا او ابوه كذا او خاله او عمه هذه مصيبة هذه مصيبة كبيرة لماذا لان التواضح هذه صفة خير الرسل صلى الله عليه وسلم وكانت تقول الصفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون التواضع واذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلام يعفو عن النا سبحان الله والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما سبحان الله فهؤلاء هم الذين حسنت اخلاقهم فالحسنت اخلاقه ده هو انسان سبحان الله يوسع له في الرزق لانه يرزق الرضا ويرزق سعة الصدر اما الانسان اللي عايش على النكد وعايش على يعيش على يعني ان ينتص او ويبتز عيوب الناس ويظهرها ودائما يوسعها ويكبرها هذا انسان بعيد كل البعد عن يعني عن حسن الخلق الذي هو ربع يعني الرسالة المحمدية ويزكيهم الله عز وجل الذي بعث في الامين رسولا من يبتله عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكانت صفة التزكية والاخلاق هي خمسة وعشرين بالنئة من مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقول سفانة بنت حاتم الطائل لما وصفت أباها وإن أبي كذا يصنع كذا ويصنع كذا خل سبيل يا محمد قال والله هذه أخلاق المسلمين ولو كان أبوكي مسلما لترحمنا عليه خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكالم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكالم الأخلاق حين لو حسننا أخلاقنا نجد وسعت أرزاقنا لو وسعنا صدورنا وسعت أرزاقنا حصلت سعة في أرزاقنا لكن ضيقنا التعامل ونظرنا إلى الناس من عادي وتكبرنا على خلق الله ولم نتواضع لخلق الله ولم نقبل الرأي الآخر وبالعكس لا نرى إلا أنفسنا كل المسلمين إلا من رحمه ربي أغلب المسلمين إلا من رحمه ربي أغلب العرب إلا من رحمه ربي لا يسمع إلا صدى صوته هو يرى أنه هو ده السليم سبحانه رضي أفلان تعاملك مع الناس ليس على المستوى شارك الناس في مهماتهم في أفراحهم في أحزانهم خب بجوارهم سبحان الله أعف عن مسيئهم كن بجوارهم أحلم كن حليما على من يجهل عليك سبحان الله العظيم أين هذا الخلق نحن نريد سبحان الله العظيم أن نكون حتى كهذا الأمير العربي معنى بن زائدة الذي راهن بعض الناس عربيا أن إن أغضب معنا إن أغضبت معه فلك مئة نهقة مجرد معنى يقطب جبينه لأنه أحلم العرب يعني ضرب هو الأحنف ابن قيس في مساءة الحلم فلما قفز الأعرابي بعد أن لبس يعني عزكم الله جلد خروف وقلب وخل الدماء من الخارج وقفز على سرير الملك بجوار معه وتزحزح بجواره فتبسم معه قال يعني أتذكر إذ قميسك جلد كبش وإذ نعلاك من جلد البعير يعني أتذكر أيام الفقر وأن معنى هذا أمير بن أمير يعني ما كان ما ربط عليه أيام فقر لكن معنى أخذها على باب المدعب قال أذكر ذلك ولا أنساه قال فسبحانا الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير قال بفضل الله لا بفضلك قال له فمر لي ابننا قصة بمال فإني قد عزبت على المسير قال أعطوه ألفا قال عجب إن هذا قليل وإني لأطنع منك بالرزق اليسير قال أعطوه ألفين أخرى ألف ثمنا لما طلب وألف شكرا لله على أن صبرنا على أمثاله انظر كيف وصل الحلم عند معنى النسائدة أن لم يغضب ولم يستغضب لماذا لأن الإنسان عندما يترك نفسه للغضب يثور وسبحان الله حتى لو كان في يده ملايين الأموال تضيق وتنزع البركة وسبحان الله وأنا أهمسه في قلوب الرجال الأعمال في العالم الإسلامي والتجار في العالم الإسلامي أنا يقلل من الاقتراض ويعمل فيما عندهم من أموال وربنا سبحانه يبارك ربنا أضع البركة إن شاء الله رب العالمين لماذا أنا أقترد أموال وأبات وأنا عندي هم وعندي غمة أعمل عنده من اخترطت منه دون أن أدري وأعمل لرسالجدوى واجيب المحاسبين وكيف نسدد هذا لماذا نحمل أنفسنا مالا نطيق بالعكس إحنا نعمل معي مئة أعمل بتسعين معي خمسين أعمل بأربعين لكن أملك مئة أريد أن أعمل بسبعمائة معي متين عايزة أعمل أشتغل بألفين هذا تحميل فوق الطاقة هنا تقل البركة من الرزق طبعا لأنني لا أرى إلا أنني قد يعني جوزت الحد أعود إلى القضية وأقول إن سعة الأرزاق تأتي أولا لأن نوسع صدورنا للناس وأن نتقي رب العباد وأن نمسك أرسنتنا عما حرم الله عز وجل وجوارحنا عما يسيء إلينا دنيا وأخرى وبعد ذلك نملأ قلوبنا ثقة في الله وتواضعا وخلقا حسنا وصلة بالله عز وجل وسكينة ينشرح بها الصدر وتسكن إليها النفس الإنسانية السليمة وتصير نفسا مطمئنة تطمئن إلى موعود الله سبحانه وتعالى بالبركة في الرزق نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يبارك وأن يوفق أبنائنا وبناتنا في الامتحانات وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم وأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يعصبهم من شياطين الإنس والجن وأن يزوج بناتنا بالأزواج الصالحين وأن يرزق أبنائنا بالزوجات الصالحات وأن يصلح بين المتخاصمين وأن يكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى كرم من عنده اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة ارحم أمواتنا أموات المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأن تخير الغافرين اللهم اجعل مثوان الجنة يا رب العالمين اللهم ارحم ميتنا واغفر لحينا ووفقنا لما تحب وترضى أظلنا بضل عرشك يوم لا ظل إلا ظله أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زلنا ولا تنقصنا كد لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين اسقنا من حوض الكوثم شربة لا نضمأ بعدها أبدا وفقنا إذا ما تحب وترضى اللهم اهد كل عاصي وتب على كل ضار واهدنا إلى سواء السبيل أنت مولانا ونعم النصير وصلى الله وسلم محمد واري وصحبه وسلم سعدت بكم في هذا اللقاء ونلقاكم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا لسبوع قادم بإذن الله لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم من الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته